موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في حصة جديدة من حصص مادة التكنولوجيا الصناعية ودائما مع الرسم التقني الصناع هذه الحصة سأخصصها لتمرين يتعلق بالمنظور الإشرافي وهو موجه لتلميذات وتلاميذ المستوى الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي إليكم التمرين أنجز على المقاس أطل 5 وبطريقة المنظور الإشرافي القطعة ذات الرؤية الأمامية الممثلة جانبة هذه الرؤية علما أن السلم أ يسوي 2 على 1 معنى يسوي 2 السمق الحقيقي للقطعة أغ هو 11.5 مم نسبة الإختزال 0.6 زاوية الهاربات ألفة 45 درجة تجاه الهاربات تلاحظون يعبر عنه أدسة وقبل أن نشرع في تمتيل هذه القطعة بطريقة المنظور الإشرافي لا بد من حساب السمك المختزل للسمك الحقيقي للقطعة لهذا السمك الحقيقي لأنه كما تعلمون أن أثناء إنجاز القطعة بطريقة المنظور الإشرافي وأثناء تمتيل تلك الأضلاع المائلة أو الحرف المائلة على تلك القطوط الرقيقة التي تسمى بالهاربات فإننا نحدد عليها السمك المختزل إذن لنبحث عن السمك المختزل لهذا السمك الحقيقي لنحسب السمك المختزل سنعبر عنه بأ نعلم قاعدة المعلومات التي تعركونا البعد المختزل يساوي البعد الحقيقي في نسبة الإختزال في السلة A أي السمك المختزل أي البعد المختزل يساوي R هو البعد الحقيقي أو السمك الحقيقي في نسبة الإختزال K في السلة من خلال هذه العلاقة أو بتطبيقنا عددي سنجد بأن السمك المختزل يساوي تقريبا 14 ميلي متر لنحتفظ بهذا البعدي أو السمك المختزل سنستعمله لاحقا بعد ذلك نشرع في تمثيل هذه القطعة ذات هذه الرؤية الأمامية بطريقة المنظور الإشرافي ولكن يجب أن ننتبه إلى السلم هو 2 معنى أن أبعاد هذه الأضلاع يجب أن تكون مضاعفة يجب أن نضربها في 2 مثلا إذا كان لهذا الضلع أربعة مربعات فسيصبح طوله 8 سنمثل الرؤية الأمامية بالسلم 2 فتصبح على هذا الشكل دائما الأضلاع تضرب كلها في السلم 2 بعد الانتهاء من تمثيل الرؤية الأمامية باعتمادنا على السلم 2 نشرع في تمثيل الهاربات وهي عبارة عن خطوط مائلة بخط رقيق ولكن يجب أن نتبه إلى المعطية في التمرين يجب أن تكون مائة بزاوية قدرها 45 درجة وحسب هذا الاتجاه وقلت لكم أنه دائما لكي نتأكد بأن هذا الخط المائل فهو مائل بـ 45 درجة ما علينا إلا أن نمرره عبر هذه الأقطار المتتالية للمربعات معهدو ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من تمثيل الهاربات بخط رقيق نأخذ هذا السمك المغتزل ونحدده على هذه الهاربات على هذه الخطوط الهاربة وكما تعلمون أن قطر المربع في دفتركم يساوي 7 مليمترات ولدينا السمك المغتزل 14 مليمتر معنى أن سنأخذكم كم من قطر قطرين ونضع علام قطرين واحد اثنين نضع علام ثم نشرع في إتمام القطعة بطريقة المنظور الإشرافي لاحظوا الآن عملية تمتيل القطعة وكأننا نقوم بإزاحة هذه الأضلاع بمسافة قطرين في هذا الاتجاه لاحظ الضلع يتغير نوله يشاطئ لأننا أزحنا إلى هذا المكان وهنا يشير إلى مكان إزاحته لاحظ لون الضلع يتغير لونه في نفس الوقت هنا إشارة إلى مكان إزاحته وبهذه الطريقة يسهل عليكم فهموا تقنية المنظور الإشرافي الذي يعتبر من أهم الطرق المعتمدة في الرسم التقني الصناعي هنا مثل هذه الخطوط بخط متقطع لماذا؟ لأن هذه الحرف والأشكال غير ظاهرة هنا هذا الحرف سيأتي منطبقاً مع هذا الحرف الخط المتقطع غير ظاهر منطبقاً مع الخط السميك والقاعدة تقول إذا انطبق الخط المتقطع مع الخط السميك نمثل الخط السميك ولا نمثل الخط المتقطع لأن الأولى هو تمثيل أشكال الظاهر هنا منطبقاً مع الخط السميك لأنه نمثل هذا الحرف هنا غير ظاهر والأولى أن نمثل الخط السميك وليس الخط المتقطع سنتقل أهلاً لهذا الحرف سيقوم بإزاحته لاحظوا إلى هذا الضلع إزاحته ستسرع على المكان ندخل هذا الضلع ثم هذا الضلع الأخير سيمثله بعد الانتهاء من تمثيل القطعة بطريقة المنظور الإشرافي وباعتمادنا على هذا السلم نمسح الآن نقوم بمسح تلك الخطوط الزائدة خطوط الهاربات التي تمثلنا بخط رقيق نقوم بسهد وبهذا نكون قد أنشأنا ومثلنا هذه القطعة بطريقة المنظور الإشرافي وباعتمادنا على السلم أ يساوي إثنان بعد ذلك سنتقل إلى إعادة تمثيلها ولكن حسب التمارين حسب السؤال على المقاس أ خمسة بتوظيف تلك المهارات التي رأيتمها في التمارين السابقة والتي تتعلق بماذا؟ بعملية وكيفية إعداد الصفحة أو إعداد المقاس حتى نضع هذه القطعة وسط المقاس أ خمسة إذن علينا معرفة أبعاد هذا الإطار الذي سيضم لنا هذه القطعة الممثلة بطريقة المنظور الإشرافي من طول وعرض وبعملية عد بسيطة سنجد بأن طول هذا الإطار أربعة عشر مربعا وعرضه عشر مربعات نشره الآن في عملية إعداد الصفحة لدينا عرض المقاس أ خمسة تلاتون وطول هذا الإطار أربعة عشر عملة الطرح تعطينا ستة عشر مقسومة أثنان تمانية معناه سنترك تمانية مربعات على اليمين وتمانية على اليسار طول المقاس أ خمسة كما تعلمون أثنان وأربعة ووجدنا في هذا العرض عشر مربعات تعطينا عملة الطرح اثنان وثلاثون مقسومة أثنان ستة عشر معناه سنتركه في الأعلى ستة عشر وفي الأسفل ستة عشر ثم نشرعه في إعادة إنجاز تلك القطة هذه القطة باستعمال السلم اثنان بعد الانتهاء من عملية إنجاز الرؤية الأمامية نرسم الهاربات بخط متصل رقيق ثم نحدد عليها البعد المغتزل 14 مليمتر ونتمم شكل القطعة بالشكل الذي ترونه الآن رحبك أنه يقوم بإزاحة هذه الأضلاع في هذا الاتجاه بمسافة قطرين مع الانتباه كل شكل يبدو ظاهر بخط سميك والغير الظاهر بخط متقطع بعد ذلك نقوم بمسح تلك الخطوط الزائدة الهاربات الزائدة ثم نمسح الإطار المتبقي كالخطوط المتبقية بهذا نكون قد أنجزنا هذه القطعة بطريقة المنظور الإشرافي وسط المقاس الخمسة باعتمادنا وباستعمال تقنية إعداد الصفحة ثم ثم يجب أن ننسى دائماً الأطرة أو الخرطوشة لكخطوش وملئها بالمعلومات الضرورية من اسم الرسام تاريخ إنجاز الرسم رقم لوحة الرسم الاسم اسم القطعة التي أنجزناها هنا وضعت فقط العنوان المنظور الإشرافي اسم مؤسسة التي أنجزت الرسم ثم السلم الذي اعتمدناه في إنجاز هذه القطعة وهنا نشير إلى المنظمة الدولية للمقاييس أو للمعايير أو للتنمية لإشارة إلى أن هذا التمثيل الذي أنجزناه بطريقة المنظور الإشرافي إنما تم إنجازه وفقاً لتلك المعايير الموضوع من طرف هذه المنظمة وآخر نضع في دائماً رمز المقاس الذي استعملناه في الرسم أتمنى أن تكون قد استفدتم من جديد من هذه الحصة لكم من الأستاذ وفيق أجمل المتمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر